استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الألية الأفريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور أدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الألية وبحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للألية خلال اللقاء أشهد الرئيس السيسي بالدور الذي تقوم به الألية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الألية الأفريقية لمراجعة النظراء مؤكدا حرص مصر على دعم الألية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وفد الألية الأفريقية لمراجعة النظراء أشادوا بالخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة